مي هاوثرون نشرت حسابها على تويتر ثريد باللغة الإنجليزية في بعض الملاحظات من التسعة وخمسين صفحة من التسعة وثلاثين صفحة بتوقع عريضة الابتهام لبوب ميندينز والناس اللي معها الحقيقة التفاصيل لها علاقة مباشرة باللواق عباس كامل مدير المخابرات العامة المصرية وعشان أكون أكثر دقة لها علاقة بعشائين عشاء في فندق في الولايات المتحدة الأمريكية وعشاء آخر في منزل اللي هو عباس كامل في القاهرة مع السيناتور بوب ميندينز إيه الحكاية؟ إيه الملاحظات اللي لفتت انتباه مي هاوثرون على مواقع التواصل أو على حسابها على تويتر؟ يبدو أن المسؤول المصري الخامس هو عباس كامل تم تقديمه في هذه العريضة بوصفه مسؤول كبير في المخابرات المصرية قامت زوجة السيناتور بترتيب اجتماع له مع ميندينز بمفرده قبل يوم من اجتماعه مع باقي أعضاء مجلس الشيوخ يوم اتنين وعشرين ستة الفين واحد وعشرين يبقى هنا نادين مندينز رتبت لقاء ما بين اللي هو عباس كامل وما بين السيناتور بوب مندينز قبل يوم واحد من اجتماعه مع أعضاء مجلس الشيوخ كان فيه اجتماع عباس كامل رايح يواجه فيه سيناتورز في مجلس الشيوخ وكان هيواجه بحكتين هتتكلم عنهم دلوقتي مي هاثرن الحكتين دول مندينز حذر عباس كامل منهم قبل ما يقابل السيناتورز اليوم اللي بعده كانوا ايه؟ يتوافق هذا مع مقال نشرة في ذات اليوم عن زيارة عباس كامل الى واشنطن لقاء مسؤولين في المخابرات الامريكية هي هنا ربطة هي بتحاول تثبت انه ده عباس كامل فبتقول ان اليوم ده توافق فعلا زيارة العباس كامل في الوقت ده عشان يلتقي مع اعضاء من المسؤولين في المخابرات الامريكية والكونجرس بعد كده في يوم جلسة المناقشة الخاصة للسيناتور مندينز كان في بعض الاسئلة المشرعين عايزين يطرحوها على اللي هو عباس كامل كانت ايه؟ السيناتور قدم نسخة من مقال عن هذه الاسئلة الى زوجته الاسئلة تتعلق بتورط مصر المحتمل في مقتل جمال خاشقجي اللي متابع قصة الصحف السعودي الراحل جمال خاشقجي هيفتكر انه في الايام الاولى او في الاسابيع الاولى نشر تقرير يتحدث ان الطائرة التي اقلت في فرقة النمر اللي هي فريق الاغتيالات اللي راح اسطنبول عشان يقتل جمال خاشقجي نزلت في القاهرة لفترة ذكر المقال ان القتلى السعوديين توقفوا في القاهرة في منتصف الليل لالتقاد جرعات مخدرات مميتة حقنة بها جمال خاشقجي ده اللي كان موجود في المقال فالسيناتور مندينز وفقا للكاتبة على تويتر بتقول ان هو حذر عباس كامل انهم هيسألوك على الموضوع ده فجاهز لو سمحت الاجابات على الموضوع ده طيب فعريضة الاتهام المسؤول المصري رقم اربعة مش عباس كامل اخبر ندين انه تمت اثارة القضية في الاجتماع وشكرها على ذلك يعني قال لها والله احنا متشكرين جدا سيادة اللي هو عباس فعلا لما راح قعد مع المسؤولين سألوه عن الموضوع ده وهو كان مجاهز نفسه فاحنا متشكرين جدا للخدمة الجليلة اللي انتوا عملتوها طيب هل الخدمة دي ببلاش؟ الحقيقة لا مش ببلاش بيقول ان بعد يومين من الاجتماع ده ما بين المسؤول الرابع وندين واقل حنة اللي هو رجل الاعمال بتاع شركة اللحوم الحلال اشترى اتنين وعشرين سبيك الدهب تم الاثور على اتنين منهم في منزل مندنز ونشرت صورهم في عريضة الاتهام باباس كامل رجع قال له والله احنا مبسوطين منك جدا وفخامة الرئيس مبسوط منك جدا اشتري له اوائل او اشتري له اوائل اتنين وعشرين سبيك الدهب وادفعهم لها على الفور لما السناتور زار مصر في اكتوبر واحد وعشرين هنا عرضت الاتهام بتقول تناول عشاء خاص في منزل المسؤول المصري الخامس اللي هو حزر فزر مين اللي هو اللي هو عباس كامل ونشوف الصورة بعد شوية لم يسمع من قبل ان تم الدعوة لتناول العشاء مع رئيس مخابرات دولة اجنبية اجنبية